دراسة بريطانية قالت أن البالغين يلي نشأوا هنا بيحكوا لغتين مختلفتين عندهم إدرة كبيرة لتركيز انتباههم بأكتر من مهمة وبشكل أسرع من الأشخاص اللي اتعلموا اللغة التانية بوقت متأخر من حياتهم ومؤخراً أظهرت العديد من الأبحاث أن الأطفال ثنائيين لغة بينتقلوا باستمرار بين لغتين بأدمغتهم الأمر يلي بيزيد عندهم البرونة المعرفية والقدرة على الانتباه الانتقائي وضمن هالأبحاث إن عملت تجربة شارك فيها أشخاص ثنائيين لغة وطلب منهم يلاحظوا التغيرات يلي عم تصير للصورة الموجودة على الشاشة تبين أن البالغين يلي بدأوا بالتحدث بلغة تانية من صغرهم كانوا أسرع بكتير من غيرهم من الأشخاص وأرجع الباحثين كل هالمهارات والقدرات لكون التحدث بلغتين بيطلب مهارات معرفية عالية المستوى مثل التخطيط واتخاذ القرار وحل المشكلات والتنظيم ويلي تعاد بمثابة تمرين للدماغ أما بالنسبة للأطفال فالسن الأمثل لتعلم اللغة التانية هو ثلاث سنوات والفوائد العقلية للبدء بهذا العمر تستمر بمعنمو الأطفال لسن الرشد ترجمة نانسي قنقر